نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفجرافات تصلت ضوء على استمرار الدولة في تنفيذ مشروع سقوك الأضاحي فضلاً عن إطلاقها مشروع سقوك الإطعام وذلك في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين أوضح التقرير أن مشروع سقوك الأضاحي أطلق في 2015 لتعظيم نفع الأضحية حيث يتم من خلاله توزيع لحوم سقوك الأضاحي مرة واحدة في العام لفتن إلى أن نحو 5.4 مليون أسرى أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن